أمين إلهي الأولين والآخرين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أجل مرسل وآله وصحابته وتابع من وآله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبتدئ ممن انتهى منه خون مجتبة ووطئت قدم هذا المبتدع أرض السودان وهو علي الجفري والزلد قبوري يدعو إلى عبادة القبور وله عقائد كاسدة وفاسدة لابد للناس أن يحذروها وأراد أن يرد الناس من التوحيد إلى الشرك بالله عز وجل عشان كده قبير اللي قلت له فيديو لافي في الانترنت الدراويش حوله كتار يا زوالي واحد ارفع يده دار يسلم عليه قلت له وصله الجيفة بتلمو الزباب حصى شفت له نحل لافي له في جيفة مافي شأن كده تشابهت قلوبهم وعقائدهم وتشابهت أخلاقهم ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف فهذا الرجل أراد أن يرد الناس إلى عبادة غير الله من الأموات والصالحين والطالحين والقبور وغير شأن كده ربنا قال في القرآن في صورة الأنعام وهذه الآية نرد بها على هذا الدجال وهذا الأفاك وهذا الخرافي المبتدع قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتناء قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين دائرنا نخلي الله تبارك وتعالى وندعو المقبورين وده إلا زوال جاهل الذي يترك الخالق ويتوجه إلى المخلوق إنت دار من المخلوق شنو مخلوق ميت ما بيسمعك لا عنده لك رزق لا عنده لك صح لا عنده لك مال دار منه شنو إنت ما تتوجه للغني اتوجه للحي اتوجه للذي بيده خزائن السماوات والأرض الله غني والله كل الناس محتاجين له لله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الناس يقول لا أي زول محتاج لي الله وكذاب قال بيقول لك أنا ما محتاج لي الله كل الناس مفتقرة إلى الله وهو خلقك قال لا لا لو لو أي واحد من جماعتنا السودانيين المعلقين في العربات بورعي ولا بدر ولا صايم ديمة ولا غيره لو خلقك جواب طنمك ما عليش لو رزقك ويت جواب طنمك لكن ما كل ما سواه بعد تعبده بعد تناديه مع الله عز وجل إنت ما بتخجل قال لا لا دا كتير عند الطرق الصوفية يدعو غير الله ويستغيثون بغير الله ما سامع القصائد إنه بخضهم في البلاد نزيلوا والسادة السادة أنا عبداً لكم نادى قم يا أخي ناديهم لي مشركوا كسلا داري ورطك معه أو أدقوا تناديهم معه تنادي الله لأن ربنا خلقك وربنا قال في القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم شان كده ربنا قال في صورة الأنعام قل أن أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا كل من دعي دون الله لا ينفع لا يضر ده القرآن اللي قال كده ده ما أنا وده ما كلام بتاع وهابية ولا كلام بتاع خامسية ده كلام ربنا قل أن أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا لا بينفعك لا بدره وأنا مستغرب الجماعة ما يتكلم في النازل بيسووك وبيفتلوا حنكك وبيقتلوك إنتوا ما يشايفين ما يشايفين أمريكا دي ما تجيهوا لنا بس يخوفوك يخوفوك إنتا بس ألبي تتكلم فيهم ده وما وما من خاف منك لا إنتا لا شيخك لا تحت الواطا لا لعنده القبة شاد ما من خاف منهم نحب نخاف من الله الخلقنا والله اللي بيقتلنا والله الذي لا إلى غير شان ما ترجي بسابعة برة أزالينا المحل ما محل بتاع توحيد ما بيزبط فو إلا زور راجل زور راجل ما نخاف إلا من الله يا زور أنا جبهة الدماء واخدتها إلا لي الله البرة عمل لين شنو قالوا نزل الطيارة هناك الطيارة جاء ضربت اللي من كنت هناك كنت نايم ما كان تسبيتها برضو كذاب ومفتري ودجال وقال بيتكلم عن شيخه وقال ديال الفراس للكون حراس وما حارسين ولا حاج نفسه ما يحرسه قبته قبته ما يحرسه مش في واحد قبل فترة رئيس مسماعيل الولي في اللبيط الزور الحابسة القبة الماسكة المفتاح عمره تزعين سنة لما في واحد داعشي ومن هذا المقام نحذر المسلمين من هذا الفكر الخارجي التكفيري الذي ينتسب إليه هؤلاء الدواج لما في واحد ضبح من اللضان للضان وأبوك نايم تحت القبة لا قام دافع عن زوله ولا قام فتلحنكه ولا قام فارقع فيه الصورة بتاع الغاز قاعد طيب ما تقول انت بتشتغل متين بطاريتك نازلة بتشتغل متين ربنا قال قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا يا زول يا زول خليك عندك عقل بتميز ما في مخلوق عندك حاجة كائنا ما كان ده كلام ربنا ربنا قال في القرآن إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم العبد ما بنادوه العبد ما بنادوه ده كلام منه ربنا قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين تنادي لك بعد تخلي الله الحي تخلي الخالق السماوات ووقفها من غير عميدة تنادي لك مخلوق يأكل ويشرب ويخش الحمام وميت تحت القبل اتنين وستين سنة الدودة كنوع وما خلفه ولا حبة تناديه وتخلي الله إذا ما بتخجل عشان كده ربنا قال في القرآن يا أيها الناس شوف المسأل ده واضح يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلغوا الذبابا شوف المسأل ده واضح قال لك البيتنادوهم ديل وده لأي يزول بينادي غير الله ربنا ضرب له المسأل ده عشان مخو يفتح لأنه كثير من الناس الواحد خل المخو في التكلية وجاء جاء المركز يا زور الله قال يقول لك لا ابونا السيخ قال ماذا يفتح مخو كل كل وسل ما المفتاح للسيخ المفتاح يدو الشيخ الشيخ يفتح يشيل الدائر ويكفر الدرويش وتاني يرجع يا زور ربنا قال لك إن الذين تدعون من دون الله لن يخلغوا ذبابا وخليك عندك فهم إذا كان ضبانة ما بيديك لها بيديك حاجة تانية غير الضبانة وضبانة ما داك لها يديك التجانة كيفية ضبانة ضبانة ما داك لها لشان كده ربنا قال في القرآن قال لن يخلغوا ذبابا قال لك ضبانة ما بخلقوا وإن يسلوبهم الذباب ولو اجتمعوا له قال لك ولو اجتمعوا له وإن يسلوبهم الذباب شيئا لا يستنغذوه منه ضعف الطالب والمطلوب أقرأ العنكبوت هناك أقرأ سلطة العنكبوت ربنا قال يا أيها قال الله عز وجل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء أولياء خاتبين وبين الله أولياء يناديهم يا صابق يا ويارجال العلفون اللي سرع من التلفون ويارجال البادراب وققراب وما عارف منه في كل محل عام الله وحد ربنا قال لك قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ده كمثل العنكبوت ده زي العنكبوت اتخذت بيتها وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا أي كفرا بنعمة الله وكفرا بالله وشركا بالله ونرد على أعقابنا لأن من دعا غير الله هذا أشرك بالله الدليل على الكلام ده شنوه؟ أي حاجة هنا بي الدليل ما في كلام من سعي أي حاجة بي الدليل؟ ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وربنا قال في سرطة الأحقاب قال يا أيها قال الله عز وجل عن هؤلاء الذين توجهوا لغير الله ربنا خاطبهم قل أرأيتم ما تدعون من دون الله؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ وزي ما قال لك أخونا مجتبة أي واحدة اللي لم علق صرطه في عربية؟ وعمل له زريبة؟ وعمل له حفيرة؟ وعمل له دميرة؟ وعمل له بهناك محل لم فيها جماعة؟ ربنا قال لك خلق شروع من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ عنده شرك في السماوات؟ عنده شرك في السماوات؟ في زول عنده ربعميتر فوق؟ فيه؟ ما فيه؟ قال أم لهم شرك في السماوات؟ ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ربنا قال ما في أضل من الذي يدعو غير الله ومن أضل أي لا أضل ممن يدعو من دون الله بل لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءاً وكانوا بعبادتهم كافرين ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران الشياطين غد الشيطان يكون من الجن وغد يكون من الإنس ما هو الشياطين نوعين في واحد بيكون رعيه وبيشوف يهدى يجيك لابس عمه وشايل له يعني شنطة هامباك وملفحة في رقبته وساعة سيكه ونظيفه مريح وتلقاه شيطان وأقول لك كيف شيطان ده يا أخي مولانا ذاته هاي أنا عارفه ده عامل فيها مولانا لكن شيطان ليه؟ لأنه أعطاك أوراد تخالف الشريعة وتخالف السنة وأداك حجبات وأداك بخرات ومسكك الطريق وقال لك إن جاتك مصيبة نادينيانا إن كنت في هم وغم فقم وانده وناديني بيامر غني آتيك بسرعة ده شيطان بس ده شيطان ذاته الدليل على الكلام ده شنو إنه شيطان قال الله عز وجل في هذه الصورة أيضا صورة الأنعام ربنا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا شنو السبل النبي عليه الصلاة والسلام لما أتلى هذه الآية خط خطا مستقيما وطريقة الله واحد ما يغشيك واحد يقول لك الطرق دي كله مشربة واحد والطرق دي كله بتود الجنة والطرق دي كله بتود رومة يا أزولة قال لك منه؟ طريق واحد حق الرسول عليه الصلاة والسلام إت تعالى الناس ألك إت عمل لك طريقة قادرية وطريقة ختمية وسمانية وانصار سنة وانصار مهدي طريقة الرسول ده ما مكفيك؟ طريقة الرسول ده ما عاجبك؟ ما له فيه شنوه؟ الناس خلوا طريقة الرسول ويحد مسك له طريق إذا كان كل الطرق دي واحد كان كلهم يتلموا ويمشي وراء الرسول عليه الصلاة لكن كلهم مفرقين وأيه جنة بردبتان ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام أو قال للمؤمنين ولا تكونوا من المشركين معلوم؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لذين فرحون ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء النبي بريء من كل هذه الجماعات والطرق والأحزاب النبي ربنا بعث بالإسلام الصحيح الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله دا الإسلام يا زون إسلام واضح لا فيه دلوكة لا فيه كشكوش لا فيه قبة لا فيه حولية لا فيه رايات لا فيه بيانات لا فيه قبور لا فيه قصائي الشركية دا الإسلام دار تدعو تدعو الله دار تتوكل تتوكل علي الله دار تسجد أسجد لي الله انت ما شفت الشيخ الحنة? الشيخ الحنة بتعبية المال داك. اسا قال قال ماشي هولندا. شخل مين بتعبية المال. اخر تقليعة جات في الجرائد قالوا خلاص هاجر ماشي هولندا. قلت لو انا بتوقع انه بعد بعد فترة هولندا تستورد من السودان حنة. لانه منك ما في حنة. الحنة هنا. يقول لنا ابردوا لنا حنة عشاني حنن بيها دراوي شناك. ما يتشغال حنة. ضايقت الحنانات. يتشغال شنو? وقالوا دا شيخ اسألكم بالله يا رجال. لقاك شيخ بيحنن? لقاك? خيابة وشرك. بعد الخيابة شرك. وبعد دا يقول لك دا ولي. وليشنو ازال دا خايب? دا دا يدعو الى الشرك بالله عز وجل. تحنن? والله والله حيرتنا ذاته. دا شيخ مو دل الفين وستاشر. والله اجد. دا شيخ مو دل الفين وستاشر. شاكد ربنا في القرآن زم هذه الاحزاب وزم هذه الطرق وهذه الجماعات. وراك طريق واحد. الاسلام. ما في الاسلام ما فيه طرق. ولا فيه احزاب. ولا فيه جماعات. كل هذه الاحزاب والطرق دي كلها ربنا ما كله فكتبع لك ولا طريق. او وكر الصديق طريقته شنوه? سؤال. عثمان بن عفان طريقته شنوه? علي بن ابي طالب طريقته شنوه? طريقته القرآن والسنة. دي طريقة الصحابة كلهم. ما في واحد عمل له طريقة برعه. شاكد. ربنا قال ومن يشاقق الرسول. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله ما تولى. اعمل له طريق تاني. يشاقق بيجاي ويمشي بيجاي. نولي ما تولى ونصره جهنم وساط مصيرا. مشان كده نعم نقول الجفري وامثاله. لا ما كان لكم في هذه البلاد. ولا مرحبا بكم. دارين يجددوا دين المشركين تاني. بعد ما الناس كتير من السعب السوداني. والله والله الحمد والمئنة. ويا. وعرفينه شغلت القبور والقباب والفوكية والحجبات والطرق دي كلها باطلة. وحد الله بيقى زول زول موحد مسلم دارين تاني رجعوه. لانه التكايا الناس فروا منا كتير من التكايا. وصنادي القبور بيقى تفاضي ما فيها قلوش. عشان كده بيحاولوا يجمعوا الناس. يقول لك لا ما تسمع للوهابية. ما تسمع للخامسية. ديال بنبزو اما بنبزو الاولياء. ديال ما بحب الرسول. قال لك منو كذاب. والله نحب الرسول عشان كده جينا المحل ذه. من محبتنا للرسول عليه الصلاة والسلام. جينا لهذا المكان لننقذ من بقي من الشعب السوداني من ضلال الجفري. ومن ضلال البرعي. ومن ضلال. غير من المتضلال في هذه البلاد. جينا نطلع الناس. مستعبدين الناس. كم. كم من الناس. الآن يركعوا. ويسجدوا. ويخافوا. ويهابوا. دون الله عز وجل. خاف من الله يا زوال. خاف من الله. خاف من الله ما تخاف لك من مخلوق. زوال مخلوق. ربنا خالقه ما تخافنه. ما تخافنه. عشان كده. ربنا قال في هذه الآيات. ونرد على اعقابنا. بعد اذ هضان الله. الله هداك للتوحيد تاني تخلي التوحيد. تمشي تمسك لك طريق تاني. تمشي ترجع تاني لعبة القبور. تركع والطوف وتسف التراب. وتبرك للشيخ. وتسف تراب الشيخ. والطوف يا قبة الشيخ. وتندهى الشيخ. وما عنده حاجة. بعد شوفت بعد السويته لو ده كله. ربنا قال لك ما عنده حاجة. ربنا قال في القرآن. اما يجيب المضطرة. اذا دعاه. ويكشف السوء. ويجعلكم خلفاء اله مع الله. اله واحد. الذي يكشف الضر. والذي يهب الظرية. والذي ينزل الانطار. والذي يتصرف في الكون. الليلة جفري جماعة دي في البلد دي. قالوا في عقيده انه يصرف في الكون. ودي عقيدة عن كثير من اهل الطرق الصوفية. بيقول لك الشيوخ بيصرف في الكون. دي الحراس. دينا الفراس. للكون حراس. البرفع راسو. ليهو يواسو. واسو لينا راس اوباما. وراسو ليه? واسو راس اليهود. واسو راس الدواعي جديد. انتم ما شايفينهم اللي شنو? ولا يتفلاحظكم في اهل السنة. بيتخففوا منويتو. يا ناس اوعو. يا ناس. فتحوا يقولكم. التصوف يدعو الى تعبيد غير الله. يخوفوك. القبة دي ما تش. القبة دي? او اكتة تحبشة. عندنا في منطقتنا والله واحد عنده قبة. جاء حرام يسرق الشباك بتاع بتاع القبة. ابوك السيخر هاكي. الشباك ما حقك ما قادر تمسكه. يمسك لك التكافين. هو شباك قبة ثم امسكه. وداك الدروي بتاعو طبو حجمه. ما قدر. احمل لاك انت شنو? الناس دي متين تفتح. لكن الاعلام. الاعلام الفاشل. والاعلام الباطل. الذي يدعو الى هذه العقايد. اعلام ما بيخليك. ناس الحمد المنتصرة اللي زيارك وغارهم ومنوع الركاني وسجم رماد. دين ما دارين الناس يوعوا كله كله. انت خليك زوال عاقل. خليك عاقلتك في الله. الصمات خافدة من الله. ما تدعو الا الله. عندك حجابة داك لو الشيخ وشال منا خمسين الف امشي اتاني. يا زوال حجابك دانا ما دايلو. الديني خمسيني. والله جد. يمو. خليه خليه. اشتغل. كذب. وافتراء على الناس. ربنا قال. كالذي استهوته. الشياطين في الارض حيران. الشياطين تضل الناس. وربنا حذرنا في القرآن من اتباع خطوة الشيطان. ربنا قال في القرآن. يا ايها الذين امنوا. كلوا مما في الارض حلالا طيبا. ولا تتبعوا خطوة الشيطان. انه لكم عدو مبين. ربنا قال في سورة ياسين. الم اعهد اليكم يا بني ادم. الم اعهد اليكم يا بني ادم. ان لا تعبد الشيطان. انه لكم عدو مبين. يا اخي ما تشتغل بي زول برة. اسمع القرآن ده. القرآن ده. اصده. شفت لما انتقر القرآن. الشياطين بيطير. والناس بيضع. الزولة اللي عنده اي مرض. ده تفتيش. ربنا قال في القرآن. ربنا قال في القرآن. الم اعهد اليكم يا بني ادم. ان لا تعبد الشيطان. انه لكم عدو مبين. وان اعبدوني. هذا صراط مستقيم. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا. افلم تكونوا تعقلون. يعني كده ده دين واضح. توحيد. توحيد ده بيعلمك الرجال. والله يد. توحيد ده ما ما بخليك تركع الا لاله. التوحيد ما بخليك ما بتسجد الا لاله. التوحيد بخليك انك ما تخاف الا من الله الخلقك. والله بيحييك. والله بميتك. واحد جل جلاله عظم السلطان. ما معه ولا مخلوق. ولا مخلوق. شان كده ربنا قال في هذه الآيات. قل ان ادعو من دون الله. ما لا ينفعنا. ولا يضرنا. ونرد على اعقابنا. بعد اذ هضنا الله. كالذي استهوته الشياطين. في الارض حيران. في الارض حيران. زول ما عنده توحيد ده حيران. زول ما عنده توحيد ده زول مسكين. زول ما عنده توحيد ده زول فقير. والله الذي لا الى غيره. شان كده التوحيد ده اعظم ما يمتلكه الانسان. عقيدتك دياغلا من روحك ذاته. شان كده الانبياء الانبياء ماتوا من اجل تبليغ التوحيد. الانبياء ماتوا من اجل تبليغ التوحيد. كثير من الانبياء انما قتلوا من التوحيد. وحاربوا أقوامهم وخرجوا من ديارهم ومن قرائهم من أجل التوحيد شأن كده ربنا قال في القرآن ربنا قال في سورة إبراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامه وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنه شأن كده ربنا في القرآن وراك ما تدعو مخلوق الكلام ده ما في ويساء ربنا قال في القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ربنا قال في القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ربنا قال في القرآن أسمع القرآن يا زول أسمع القرآن وزول الداري شوج يخرب الحلقة ما تستغل به لأن ربنا قال في القرآن وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبالهم نفورا ربنا قال وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون كان كده ربنا قال في هذه الآيات التي يعني نحن يعني تلوناها قبل ربنا قال قل أن ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا ونحن ندعو الناس إلى الهدى ندعوهم إلى التوحيد وندعوهم إلى الكفر بكل ما يعبد من دون الله من القبور من الأوثان ومن الأشجار ومن الحجار وأن يتوجهوا لله عز وجل وحده له لأن ربنا قال في القرآن ربنا قال يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في رجل مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة لكن بعد ربنا قال لك في ناس ما داهرين الكلام ده ربنا قال في القرآن ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شدد العذاب وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رغم الإله صداك يا قحطان